أحبتي في المسيح أرحب بكم مجدداً في حلقة جديدة من مجلة السعودية واليوم هنتكلم عن الأناجيل الأربعة هياكم أحبتي المشاهدين يا مرحبا بكم في مقطع جديد من أسئلة المسلمين الشائعة واليوم بنناقش سوى قصة هل الإنجيل واحد أو أربعة بعض المسلمين يقولون أن وجود أربعة ناجيل تدل على التحريف هذا لأن مفهوم الوحي عند المسلم مختلف عن مفهوم الوحي عندنا حيننا المسيحيين المسلم يعتقد أن القرآن جاء لمن جبريل قاعد يملي على رسول الإسلام القرآن بشكل إملائي وأنا الإنجيل كتبها تلاميذ المسيح كل كتب الإنجيل بطريقته الخاصة ولكن هذا الفكر خاطئ ليش؟ للأسباب التالية واحد الإنجيل هو حياة المسيح وكلامه المسيح قال توبوا وآمنوا بالإنجيل مرقص واحد خمستاش لاحظ أن الإنجيل لسه ما نكتب والمسيح ما كان يشيل بيده إنجيل إذن المقصود هو حياة وسيرة وسلوك وقصص حياة المسيح هو الإنجيل اتنين أين هي تلك النسخة؟ لا يوجد أي مرجع تاريخي يثبت أن المسيح كان عنده كتاب اسمه الإنجيل وكيف لم يسمع أحد عن هذا النسخة من الإنجيل التي نزلت على عيسى؟ هل يعقل أن ينزل الله الإنجيل لهداية الناس ثم تختفي ولا يبقى سوى إنه يجيل محرفة؟ هل فشل الله في مهمته ونجح المزورون والمحرفون؟ حاشا لله ثلاثة ليش ربنا يوحي بكلامه؟ مش علشان يهدد الناس إلى الطريق الصحيح؟ ولش يخلي المحرفين يحرفون كلامه؟ إذا كان الملوك وصناع القرار وكتبت قوانين الدول ما يسمحون لأحد بتغيير أو تأويل كلامهم فهل هم أقوى من الله؟ حاشا لله أربعة هل إنجيل البشر أعظم من إنجيل الله؟ كل الأناجيل الأربعة كتبت في القرن الأول للميلاد فهل يعقل أن الله لم يحافظ على أنجيله؟ ولكن كل الأناجيل المحرفة تملأ المسكونة من شمالها جنوبها ومن شرقها الغربها؟ حاشا لله طيب إيش تعني كلمة إنجيل؟ إنجيل تعني الخبر السار الإنجيل ليس كتاب أنزله الله على عيسى بل هو حياة المسيح وسيرته العطيرة الأناجيل تصف صيرة المسيح وحياته فكل إنجيل كتب حسب شخصية كاتبه ولكن تصف الحقيقة الواحدة من عدة وجهات نظر حسب الكاتب متة كتب عن المسيح الملك ومرقص كتب عن المسيح الخادم ولوقا كتب عن المسيح الطبيب الإنسان ويحنى كتب عن ألوهية المسيح تعالوا نصلي يا رب نسألك أنت لا غيرك أن تبين لأحبتي وأهلي المسلمين أسلوبك في الوحي ويعرفون بأنك أنت تخالقهم على صورتك ومثالك وتريدهم أن يكونوا كذلك لأن هذه هي إرادتك يا رب أعطي نعمة لكل من يسمع ويشاهد هذه الحلقة ويتلامس مع روحك وقدوس فيضحر يخلص على حساب الدم الطاهر الذي يسفك على الصليب بالمسيح يسوع آمين ترجمة نانسي قنقر خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة الأشياء الجديمة قد مضات والكل صار جديد سورة الماضي الأثيمة أنمحت سورة الماضي الأثيمة أنمحت صارت إنسان سعيد سورة الماضي الأثيمة أنمحت ترجمة نانسي قنقر خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة ترجمة نانسي قنقر أسعى عنا كاسفير يشوفوه الناس في صفاتي وسلوكي وسلوكي يكون هو التبشير ويظهر مجدى في حياتي أسعى عنا كاسفير يشوفوه الناس في صفاتي وسلوكي يكون هو التبشير يظهر مجدى في حياتي ومشي معه تسنقني إيدا خليقة جديدة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة أنا في المسيح خلية جديدة مع الله صالحني من بعد عداوة دامة سنين لبيت أبوي رجعني فرح قلبي اللي كان حزين مع الله صالحني من بعد عداوة دامة سنين لبيت أبوي رجعني فرح قلبي اللي كان حزين فرح تسير ونفك قيدة خلية جديدة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة قليلة جديدة قليلة جديدة أنا في المسيح قليلة جديدة الأشياء الجديمة قدمات والكل صار جديد سيرة الماضي الأكيمة المحات صارت إنسان سعيد الأشياء الجديمة قدمات الكل صار جديد سيرة الماضي الأكيمة أنمحات صارت إنسان سعيد سعادة الطفل في يوم عيدة خليك جديدة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم تعتبر الديانة المسيحية أكثر ديانة تعرضا للهجوم والتشويه تشويه وكاذب طال كل شي فيها عقيدتها وكتبها ورموزها وتاريخها وحتى أخلاق أهلها حرب إعلامية ونفسية وتحريضية ضد كل شيء مسيحي وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تشويه ما بدأ اليوم لكن بدأ من أكثر من 1400 سنة المسيحيين ضالين المسيحيين مشركين المسيحيين كفار تحاربون الإسلام والمسلمين ما عندهم وازع ديني والناس ما غير تسمع وتصدق ومستحيل أحد يكلف نفسه ويتحقق من صحة هذا الكلام وعشان كذا قررت أتكلم معاكم اليوم عن عاشر حقائق مسيحية واضحة وضوح الشمس حقائق معروفة وغير قابلة لا للتحريف ولا للتزوير وسهل جدا تتأكد منها لو بدأت أقل مجهود ممكن للبحث وهذا مش دفاع عن المسيحية طبعا فالمسيحية مش فيه محل اتهام لكن عشان أعطي كل إنسان يبحث عن الحق فرصة يكتشف فيها الحقيقة الحقيقة الأولى هي أن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى إله أزلي موجود قبل تكوين العالم يعني مش إلهين ولا ثلاثة ولا في أحد أصلا في المسيحية يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يعبد مريم ويريد تسئلون اللي قايل ذا الكلام من فين جايبة عشان إحنا بعدنا بنفهم أما الحقيقة الثانية فهي إن المسيحيين أبدا ما يدعون إن لله صاحبه أو زوجه استغفروا الله وكلام إنه حاب يكون عنده عيال فتزوج واتخذ المسيح ولد له ونستضرف ونقول ده ما يحب العيال كان كثر فهذا كلم كذب وعيب جدا في حق الله وعار كبير جدا يستخدم هذا الإسلوب الرخيص في الهجوم على الناس فالله مش عرضة لأعقد البشر والمسيحية أطهر من أن تفتري على الله الكذب ولو بحثت العالم كله مستحيل تشوف مسيحي عاقل أو حتى مجنون ممكن يتجرع على الله ويقول مثل ذا الكلام الغريب ثالث حقيقة مسيحية هي أن الله ما مات على الصليب واللي مات على الصليب هو جسد أو ناسوت المسيح فالله روح والروح ما تموت أبدا والكون عمره ما كان بدون إله وهذا الشيء يعرفون المسيحيين أكثر من غيرهم أما الحقيقة الرابعة فهي أن المسيح جاء للأرض ليفدي الناس ويخلصهم ويهب لهم حياة أبديا جاي عشاني وعشانك جاء للعالم عشان يموت على الصليب ويفدي البشرية وهذه عقيدة وإيمان مسيحي راسخ في نعمة المسيح فكلام لو كان المسيح هو الله فليش ما أنقذ نفسه يعتبر كلام مش في محله أبدا وضد العقيدة المسيحية في المسيح اللي جاء للعالم أصلا ليفدي الناس ويخلصهم مش ليخلص نفسه أما الحقيقة الخامسة فهي أن حقيقة صالب المسيح حقيقة ثابتة غير قابلة للشك أو التحوير ثابتة تاريخيا وأدبيا وبشهادة الشهود وعلى راسهم السيدة مريم أم المسيح وكل تلاميذة وشهد عليها الكثير من المؤرخين المسيحيين واليهود وحتى من أصحاب من غير أصحاب الديانات ففكرة التشبيه فكرة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا يوجد لها مبرر أصلا والحقيقة السادسة هي أن الكتاب المقدس كتاب محفوظ بقوة الله من كل تحريف ويكفي أن المسيح شهد له شخصيا حيث استشهد به أكثر من مرة وردد كما هو مكتوب أو مكتوب غير أن الإسلام نفسه أثبت صحته وقال أنه هدى ونور وفيه حكم الله وأتمنى من أي إنسان يملك النسخة الأصلية من الكتاب المقدس يسوي خير ويزودني فيها عشان نكتشف الفرق بينهم ونأكد على التحريف أما الحقيقة السابعة عزيزي المشاهدين فهي أن المحبة روح المسيحية وذروتها المركزية وفرضها الوحيد بها جاء كل الناموس والأنبياء فالمحبة في المسيحية دين وعقيد محبة لكل الناس مهما كانوا ومهما كان منهم محبة للقريب والبعيد للصديق وللعدو يعني الزعل ممنوع والحقد مرفوع والكره مرفوع ثامن حقيقة ثابتة هي أن أخلاق المسيحي مستمدة من أخلاق السيد المسيح نفسه يعني المسيحي ما يخون ولا يكذب ولا يسب ولا يغدر ولا يكره ولا يكيد ولا يمكر ولا يسكر ولا يستخف بالله المسيحي بار بوالديه قريب من أهله محب لوطنه لا مغرور ولا فاسد ولا شره ولا جشع ولا طماء ولا كسول ضامن الجنة لكن مستمر في محبة الناس وفعل الخير فهذا دينة وإيمانة الحقيقة التاسعة هي أن المرأة مساوية ومعادلة للرجل تماما وفي كل شيء وهذه حقيقة مية في مية وأبصم عليها بالعشرة لا هو أعلى منه درجة ولا هي أقل منه درجة والزواج رباط مقدس لا ينحل ولا ينفك ولا يؤثر فيه لا مرض ولا خلفة عيال مش عقد زواج ولكن عهد حياة وزواج عهد على الحب والوفاء والصبر والتضحية في الرخاء والشدة زواج منزه من الخوف والأنانية والترقب والذل والإهانة الله جمعهم وما يقدر إنسان يفرقهم فعيش سعيدة مطمئنة لأنك في حما رب يحبك ويحافظ عليك وعلى بيتك والحقيقة الأخيرة هي أن دم الإنسان مقدس جدا في المسيحية فلا تدعي بأن المسيحية تنادي بسفك الدم عشان تبرر أفعالك وتقول ما في أحد أحسن من أحد وتجيب هتلر وقنبلة هوريشيما كمثال ترى المسيح مش هتلر ولا روزفيلت ومش كل واحد اسمه مايكل مسيحي بالعكس المسيح أمرنا ما نحمل سيف ولا نتعامل بالشر وهذا واضح جدا وكل ما تحتاجه عشان تصدق أنك تفتح الكتاب المقدس وتقراه وتكتشف ذا الشيء بنفسك وفي الختام أرجو من كل إنسان مهتم أو شاك أو حتى غير متأكد من أي معلومة ذكرته اليوم أن يبحث عن الحقيقة ويحاول يتأكد منها ويكون أمين مع نفسه وأكيد بيوصل والله بيدلي على الحقيقة لأن الله مستحيل يضيعك وإنت تدور عليه والحين نعمة المسيح معاكم وشكرا لكم على المتابعة ونشوفكم الأسبوع القادم على خير وفي أمان الله الله لنا ملجأ وقوة عونه متوافر لنا دايم فضيقات علشان كده ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار تهيج تزبد مياها اتزلزل الجبال من عنف جيشانها تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان الله في وسط المدينة فما راحت تزعزع يعينها الله في الفجر المبكر ماجت الأمم هاجت فتزلزلت الممالك ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض رب الجنود معنا ملجأنا إلهي عقوب تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجايب فالأرض يقضي على الحروب فالأرض كلها يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى فالأرض رب الجنود معنا ملجأنا إلهي عقوب ملجأنا إلهي عقوب احبتي في المسيح وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم المجلة السعودية وحنختم بفقرة الاختبارات هذا الاختبار جاءنا من الأخت ميم من فلسطين تقول أنا فتاة من فلسطين من خلفية مسيحية ولكن بالاسم لم أعرف كنيسة ولم أعرف شيئا عن المسيح أصبحت أتابع برنامجك وفي كل مرة أشاهد البرنامج تتفتح عيني إلى أشياء جديدة أنا من بيت لحم المدينة التي ولد بها الرب يسوع المسيح حاليا المسلمين يعملوا على تهجير المسيحيين من هذه المدينة الصغيرة في حجمها والعظيمة في محتوها لو سمحت صلي من أجل نهضة روحية في بيت لحم آمين الرب يستخدمك أنت في نهضة روحية من أجل بيت لحم هذه المدينة زي ما وصفتها صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في قلوب الملايين من البشر كل جميع النحاء العالم يتجه أنظارهم إلى بيت لحم عشان يوم الميلاد اللي تولد فيها يوم المسيح له كل المجد الرب يستخدمك أكتر وأكتر اللي خلاص النفوس ويبدأ مع أهلك وقاربك وانتوا أكيد في صلاتنا بالمسيحي السوء عامي أحبتي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وبشوق إلى لقاءكم في الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر